تركيا دولة سياحية ومن المعلوم بأنها تستقبل ملايين السياح من شتى بقاع الأرض ومن الملاحظ بأن الحملات تشتد مع بداية فصل الصيف وقدوم هؤلاء الملايين يعني هم يستهدفون من الأصل ومن الواضح ضرب الاقتصاد التركي وضرب الموسم السياحي بالضبط هذا ما قلته لكم هذه عمليات مدبرة وهي غير بريئة في الحقيقة وهؤلاء البوسطاء محدودين يعني التفكير غير قادرين على التحليل وعلى معرفة المصلحة للوطن من المفروض أن يرحب هذا الشخص بضيوفه الذين ينفقون بسخاء أضعاف ما ينفقه المواطن المحلي في كثير من الأحيان ولكن يعني هذه النزعة تبدو قوية أكثر من قدرته على التحليل وعلى التعقل وعلى رفض الانسياق وراء هذه الدعوات التي يتم تحريكها إعلاميا يعني